التقى وزير الخارجية سامح شكري خلال مشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن مع عددين من كبار القادة والمسؤولين الدوليين أعضاء مجموعة دي ألدرز التي أسسها زعيم الراحل نيلسون مندالة لدعم سلام حول العالم وخلال تناول شكري تحركات التي تطلع بها مصر لتحقيق وقف اطلاق النار في غزة وانفاد التهديئة وتبادل المحتجزين فضلا عن ضمان ادخال المساعدات الإغاثية لأمناء الشعب الفلسطينية كما تناول وزير الخارجية مخاطر أبعاد أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح مشددا على أهمية تحرك الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل لدرء هذا الأمر ومنع تنفيذ سيناريو التهجير القصري لهم أو تصفية القضية الفلسطينية هذا وقد أعرب قادة المجموعة عن تقديرهم للجهود المصرية الحتيتة منذ بدء الأزمة في احتواء تداعيتها على كافة الأصعاد